الحكومة اتخذت قرار لتحويل العراق من دولة نفطية إلى دولة غازية لما أهمية هذا الغاز بدأتها في الجولة الخامسة والجولة السادسة الآن كل أوراقها للمناقصة كاملة جدا الجولة الخامسة تم تحديد الحقول والرقع الاستكشافية بمعدل من ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم إنتاج ألف مليون قدم مكعب هذا المتوقع ممكن يكون أكثر حسب الدراسات المتوفرة الدراسات التحت السطحية المتوفرة لهذه الجولة هذه الجولة تحمل أهمية كبرى وبدأت حقيقة الشركات الآن أكثر من شركة نحو هذه الجولة الخامسة المهمة التي تكون ذات عائدية غازية طيب دكتور فرات المشاريع في هذه الجولة هل ستكون على الغاز المصاحب أم ستكون هناك أعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي نعم سؤال جيد نحن طبعا 70% من الغاز الموجود في العراق هو غاز مصاحب بمعنى كل حق النفطي الآن يخرج معه غاز مصاحب لهذا التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب هو الأفضل والأكثر متاح بالنسبة للعراق هذا من جانب جانب آخر بالنسبة للغاز الحر الغاز الحر الآن موجود في ثلاث مناطق محددة في البصرة غاز حقل السيبة وفي ديالة حقل المنصورية وفي الأنبار حقل عكاس هذه أكبر ثلاثة حقول اللي هو الغاز الطبيعي نعم هذا الغاز الطبيعي الحر هذه أكثر ثلاثة حقول موجودة بيها وتم إحالته في جولات تراخيص نفطية سابقة نعم دكتور روحنا بدأنا باستثمار الغاز موجود ولكن لحد الآن لم نستعمل في منشآتنا الكهربائية نعم إحنا ثلث الانتاج الآن اللي يصل إلى منظومة الطاقة الكهربائية الثلث بمعدل ألف إلى ألف وخمسمائة مليون قدم مكعب هذا من إنتاج العراق يعني إنتاج الوطني العراق استثمار الغاز ما ينتجه العراق ثلاثة آلاف مليون قدم مكعب قياسي ولكن ما يتم استثماره استثماره باتجاه الطاقة الكهربائية هو تقريبا يعني لحد الآن وصل ثمانية وخمسين بالمئة في إجراء لوقف هدر الغاز وحرقة نعم طيب سيدي في حالة هذه الجولة الخامسة تمت وكذلك السادسة تكون قريبة نعم نعم قريبة في حال تم الانتاج كم يبلغ الانتاج بمجملة نعم بمجملة بالإضافة إلى العقد المبرم مع شركة توتال لإنتاج ستمائة مليون قدم مكعب يبلغ الانتاج ثوف يبلغ من خمسة آلاف إلى ستة آلاف مليون قدم مكعب يوميا هذه الحاجة طبعا تكفينا هذا السؤال مهم هذه تكفي تكفي للسكني هذا ولكن أنت تحتاج إلى صناعي تجاري تحتاج عندك مشاريع تنمية مثل مشاريع التنمية في البصرة هناك مصانع سوف تكون جاهزة لهذه المشاريع لن تسود حاجة للمحطات الكهربائية ولكن الفرق أنت بدل أن تستورد بعشرة تريليون دينار عراقي غاز لإدامة منظومة الطاقة الكهربائية سوف يتحول هذا الملف إلى ملفات اقتصادية ثانية دكتور فرات استثمار الغاز بكامل الحقول هل يمكن العراق من دخول سوق الغاز العالمية؟ نعم حقيقة هي فرصة الآن كبيرة جدا لدخول العراق ضمن منتدى الغاز العالمي هذا الغاز من أهميته ممثل النفط ليس له قيود أو تحديد مشاريع صناعية كبيرة جدا العراق لحد هذه اللحظة بدون الاكتشاف بدون جولة ترخص الخامسة ولا الساسة هو الآن في المركز العاشر باعتياطي الغاز الموجود فما يملكه من احتياطيات في هذا المجال يمكنه لدخول منتدى الغاز العالمي لو أجرينا مقرنة بين الطبيعي والمصاحب هل هناك نسب متبينة كجولة الغاز وسهولة استثماره؟ نعم طبعا الغاز المصاحب الطبيعي ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى غاز حر وغاز مصاحب الغاز المصاحب عادة يكون بشوائب أكثر لا يمكن استثماره مباشرة إلا بوجود محطات معالجة هذه المعالجة تصفي أو تنقي هذا الغاز من بعض الشوائب ليتم استخدامه سواء في الطاقة الكهربائية أو في الصناعات أو في مشاريع البتروكيماويات أما بالنسبة للغاز الحر الذي هو الطبيعي هذا يكون أكثر نقاوة وهذا يحتاج إلى جهد أقل اقتصاديا ماديا من استثماره لأن المعالجة تكون بشكل بسيط جدا لهذا العراق اليوم يحاول أن يستثمر في البصرة في حقل السيبة والمنصورية وعكاز لأن استثماره يكون أقل كلفة من الباقي هو دكتور كبنة تحتية هل العراق مستعد لاستثمار الغاز كبنة تحتية هل ممكن أن يستخدم المحطات الأصل موجودة كاستثمار النفط وإلى ذلك هذه واحد من المشاكل للعراق لماذا هو بطيء في هذا المجال هذا المجال يختلف عن المجال النفطي يحتاج إلى بناء تحتية جديدة كبيرة استثمارات مالية كبيرة يحتاج إلى تكنولوجيا مختلفة عن تكنولوجيا النفط لهذا اليوم العراق يحاول جلب شركات عالمية تستثمر في هذا المجال المدة التي يمكن أن نصل إلى إنتاج المطلوب كم تقريبا؟ المدة حسب العقود المبرمة والتوقيتات الحكومية ضمن الشركات من ثلاث إلى خمس سنوات يعني الحد الأدنى ثلاث سنوات والحد الأقصى خمس سنوات هذه الفترة ستمكن العراق من استثمار كامل طاقته الغازية وفي نفس الوقت هذه الطاقة سوف تستثمر في الاتجاهات المختلفة الطاقة الكهربائية والصناعية ترجمة نانسي قنقر